السلام عليكم أحبائي تمنى تكونوا بخير فقط حبيت أركز لكم على واحدة النقطة بالنسبة للتلاميذ اللي رايحين يسجلوا في الجامعة حبيت أركز لكم على بعض النقاط المهمة بالبزاف لأنه ممكن خطأ صغير تعواله يخليك تندم في المستقبل أولاً التسجيلات بدأت اليوم كما تعرفوا الموقع خلاص فتح رح يفتح بين 23 و 24 جويل هناك خطأ ركاين في الفلادات هناك قال لك أولاً لازم بعد القراءة المتأنية للوثائق تقوم بتسجيلك الأولي من 23 و 24 جويل وتتضمن هذه المرحلة ملء بطاقة رغباتك وإداعيها عبر الخط من خلال موقع الواب وهو orientacion dash ac.dz هذه أول حاجة كأينة وحدة المعلومة لازم تعرفوها أنه أحياناً مثلاً واحد يكون جايب 10 ولا 11 ولا 12 يخرجوا له تخصص تع مدرسة عليا ولا تخصص تع طب ولا صيدالة ولا هندسة ماشي معنى هاك خلاص يقدروا يقبلك فيها يعني هذاك التخصص ولكن أنت ما غاديش يقبلك فيه داكوغ يعني فقط تخرج لك هكذا لأنه كي يجيوا يقبلوا التسجيلات ويقبلوا التخصصات ما رايحين شي يعطوهولك فجماعاً اللي من الأول ما دايينش المعدل اللي أهلهم للمدارس العليا من الأول ما تختاروهمش لأنه مستحيل يعطوهم لكم هذه فقط أولاً في هذه الحالة سيتم توجيهك حسب بطاقة رغباتك الثانية في حالة ما إذا لم يقم الطالب بتأكيد بطاقة رغباته سيتم تأكيدها تلقائياً بعد انتهاء مرحلة تأكيدات يعني في هذه المرحلة مثلاً تكونوا اختاريت وتخصص وبعدها اندمتوا وغيرتوا رأيكم وحبيتوا تختاروا تخصص آخر فهذه الفترة الثانية اللي ممكن تصحوا فيها هذا الخطأ وعلى هذا الأساس رايحين يقبلوا لك الرغبات متعك بعدها نشر النتائج تاعت توجيه في 1 ولا 2 أوت 2024 فترة الإعلان عن نتائج التوجيهات الجامعية على الخط يوم 1 أوت 2023 مساء يعني النتائج تاعت توجيه تاعتك يقبلوا لك هذا التخصص ولا لا راح تكون في بعدها المرحلة الثانية من 15 إلى 10 أوت هاد المرحلة واش فيها أولا في حالة ما كاين بعد التلاميذ وجها لفرع علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية يعني ديروسبور هادو يجب أن يقدموا شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيهه فيها شهادة طبية تقدروا تاخدها من أي طبيب عام ولا من أي مستشفى يعطوها لكم عادي ويتوجب على الطالب إجراء لقاء شفوي في حالة ما إذا تم توجيهه إلى إحدى هذه المؤسسات المدارس العليا للأساتيدة أو معاهد علوم وتكنولوجيا التطبيقية إستا بعض دورات الليسانس وليسانس إيماما ولا إير شاد أوكي والدورات المحددة في الشروط الإضافية المنصوص عليها في مرفقات الدليل فشوفوا جماعات على المدارس العليا كل سنة عندكم لقاء شفوي هذا اللقاء الشفوي بدأت خاصة للتلاميذ اللي رايحين يختاروا لغات أجنبية أنتوما بالتحديد لازم من الآن اللي في غير معينه يدير مدرسة العليا من الآن تحضر نفسك لأنه أي خطأ أولا وبسيط يعني هذا المعدل تاعك مش هو الحاجة الوحيدة اللي راح تسمحلك تحصل على مدرسة العليا يعني حتى تكون متفوق جدا ولكن يلقاوك خايف ستخيس ولا يطرحوا سؤال ما تعرفش تجاوب عليهم ولا يهدر معك مثلا أن تختار لغة إنجليزية يتكلم معك بالإنجليزية يشوفك مش متمكن قادر جدا ممكن جدا ما يعطيك شهادة التخصص أوكي يعني المعدل تاعك مش سبب كافي باش تدي مدرسة عالية لهذا تلاميذ اللي حابين مدرسة عالية يحضرون له من الآن أوكي وبعدها عدنا التأكيد وإعادة التوجيه أوكي خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 أول ستخضع للحالتين التاليتين التأكيد أنت مجبر على تأكيد توجيهك خلال هذه المرحلة وذلك بطبع شهادة التوجيه في موقع التسجيلات الجامعية الأولية إذا كان توجيهك خاضع لاختبار أو مقابلة أو تحصلت على الاختيار الرابع فإنك معني بالنقطة الثانية أدنى إعادة التوجيه إذا كنت من ضمن الحالات الآتية يلجب عليك إدراج أربع رغبة جديدة أخرى باحترام شرط إدراج اختيار واحد على الأقل في مصار الليسونس في حالة غياب أو إخفاق في إجراء اختبار أو مقابلة هذه اللي قلت لكم عليها يعني لو كان تخسر في هذه المقابلة تاع المدرسة العليا ما رايح نشعته هالك ورايح تعاود تختار تخصص آخر لم تتحسس على أي اختيار من الاختيارات الأربعة الأولى يعني صفر اختيار معطاوك حتى شوى من اللي كاتش واللي اختارتهم ولا تحصلت على اختيارك الرابع لكن ترغب في تغييره ففي هذه الحالة تخضع لإعادة التوجيه أوكي ملاحظة إذا كان توجيهك خاضع لمقابلة يجب التقدم بمجرد الإعلان عن نتائج التوجيه وفق الرزنامة المحددة للمؤسسة المعنية يقدم المترشح شهادة طبية بالنسبة لميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية أو يتقدم في مقابلة بالنسبة للمدارس العليا للأساتيدة فهذه الأمور لازم تاخدهم بعيد الاعتبار وكي تجي وتختاره التخصص لازم تختاره بتأني ما تتقلقوش غيب شوية عليكم لأنه أي خطأ ولو بسيط ممكن أنه يسبب لك في مشاكل في المستقبل ومعليش ما يكون غير الخير بإذن الله عز وجل